مسلسل الخائن أحداث الحلقة 73 بتبدأ أحداث الحلقة 73 من مسلسل الخائن بعد ما سيف بيوصل للمكان يلي فيه سيارة أسيل على حافة الوادي وبيحاول يساعدون لأسيل وتيا بس قبل ما يقرب على السيارة بتوقع من أعلى القمة باتجاه الوادي وبعدها بالبحر بتيجي كل فرق الإنقاذ مع الشرطة والإسعاف وبينقذوها لأسيل وبينقلوها للعلاج بالمشفى وما منشوف أي تفاصيل بعدها بعدها منشوف أسيل ويزن وأمل بعد 6 شهر وهنن راجعين على البلد مشان يحتروا عرص نادين وداني وهنن بالطريق أسيل بتعمل حادث بالسيارة والسيارة اللي مقابلة بتقلب كذا قلبي والشخص يلي بقلبه بيكون بحالة حرجة فأسيل بتعمل إسعافات أولية مشان تنقذ حياته ولبين ما يجي الإسعاف أسيل بتتمعه وبتكون مخبره أمله يزن أنه يروحوا على العرص بصالة الجمعية وأمل بتخبر جمعنا قصة نورة بتكون متضايقة منها دين لأنها عازمة أسيل مو بس هيك رح تكون شاهدة على العرص وبتقلة هاي المرة كيف قلها عين تيجي على العرص والست هالة بتقلة لنورة هاي اليوم عرص أخوكي فبلا مشاكل وبتروح الست نورة لعنداني وبتبهدله فبيقلة رفيقتها لمرتي وين المشكلة يعني إذا بتيجي وبتوقع وبتمشي فبتقله معناته دير بالك تعرفتيا بالموضوع والسيد عماد بيقلة طولي بالك نورة جمانا بتوصل على المشفى وبتشوف أسيل أما المريض فبياخدوه على غرفة العمليات بعد ما بيوقف قلبه مرتين وبتتصل فيها نادين وبتستعجرون مشان العرص وبتكون أسيل شاهدة وجمانا بتقله أنا شفت وضعه وأنتو عملتوا اللي عليكي أسيل خينا نروح اللي على العرص نادين أسيل بتوصل على صالة العرص وبيكون بساحة الجمعية وبتشوف يزان وبيتطمن عليها وبتشوف الست نورة وبهاي اللحظة جمانا بتنادية لأسيل لأنه العرصان جايين وبتصير أسيل شاهدة على كتب الكتاب والست نورة بتقله لأسيل معقول عندك عين تيجي على العرص بعد كل شي عملتي فبتقله أسيل صدقيني ما بتمنى إلا كل الخير لتيا فبتقله الست نورة حتى لو كل العالم قالت إنك بريئة أنا مستحيل صدق لأني بعيني شفتك وأتأخذت يالتيا برات البيت لهنيك وإنت اللي لازم تكوني مكانتيا مو بنتي خليتيا تتعذب وتعاني كل العذاب الست نورة بتقله كل هالناس يلي هون مصدقة كمان إنك أنقذت حياة إنسان وإنتي جاية لهون بس أنا بعرف منيح أنه أنتي مو هيك وإذا عملتي هيك بس لأنه ضميرك بيكون عمي عذبك على الشي اللي عملتي ببنتي وهون بنشوف أنه تيا قاعدة على كرسي متحرك وصايبة شلل برج لها من تأثير الغرق فبتقله أسيل أنا بتفهم وضعك بس خبرتك ألف مرة أنه أنا ما كنت يلي سايق السيارة هاي بنتك وصدقيني لو ما أنا اتدخلت وبعد ما طلعت من السيارة طالتها لتيا ما كانت تيا بخير وإذا تيا عايشة لهلأ فهذا بفضلي أنا لأني خاطرت بحياتي كرمال طالعة من السيارة فبتقله السيارة أنا مستحيل صدق ولا كلمة من اللي قلتيون ألف مرة فبتقله أسيل إذا صدقتي أولاء صدقيني ما بيهمني أبدا وبيجي سيف وبقله شو رأيك نرقص سوا ستنورة وهون بتقله الستنورة بالمناسبة غيابي كان ممتاز بالنسبة لبنتي وسيف لأنه بعد الحادث رجع يحبوا بعض مثل الأول وأكتر فبتقله أسيل وهو المطلوب يزان بيكون مع رفقاته عم يحكوا وبتيجي أسيل وبتطلب من يزان أنه يرقص معه وبعدها منشوف أنه كينان وصله فيديو منرفيقه وبيكون بالفيديو يزان عم يتنمروا عليه رفقاته بمدرسته الجديدة محل ما انتعل والمشكلة أنه ما بيكون حاكي لأي حدا عن هذا الشي لا أمه ولا أبه وكينان بيحاول يخبي القصة بس بيكون مبين عليه لكينان وبتقله ماريا شو القصة فبيحاول يخبي القصة بس ماريا بتمد إيدها وبتشوف كيف عم يعاملوا يزان بمدرسته الجديدة بس يخلص يزان رأسطه مع أمه بيجي سيف وبيكون يزان مأهور من أبوه فبيتركونوا بيروح لعند كينان وماريا وسيف بيقله لأسيل لأيمت بده يتم هيك عم يعاملني فبتقله أسيل لسه تولد وهو يزعلان منك لأنك تركتنا وهيك صار مع الوقت بينسى سيف لا تاكلهم أبدا أما يزان فبيقله كينان عن الفيديو وبيفرجي الفيديو وبيقله اللي يصوروك بعطه المقطع لكل الطلاب وارفيقي من بينعتن فييزان بيستفرغي اللي بيبطنه وبيتدايا لأنه نفضح قدام كينان وماريا وبيقله كينان خلينا نحكي لو سمحت فبيقله يزان شو بدنا نحكي بعد كل شي شفته شو رح يتغير إذا بنحكي هيا القصة بتخصني إلي وبس فماريا بتقول له ليزان أمك لازم تعرف بهذا الشي فبيقله يزان لا أمي ما لازم تعرف فبيقله ماريا ليش ما بدك ياها تعرف فبيقله يزان أنا لازم اسكوت وأحمي أمي من هاي المشاكل لأنه ما بدي أمي تبكي من أول وجديد عم تفهمه علي ولازم أمي تضل هيك بتعرف لأنه أنا صادت رجع للبيت وأمي مرتاحة هنيك وما بدي إياها ترجع للمشاكل بسببي وهون أمل بتشوفها من بعيد وبتيجي فييزان بيكون راح وبتسألهم شوفي شو صاير فبيقله ماريا ما في شي كنا عم نحكي بشغله وما اتفقنا قام زعل وراح جمانة وأسيل ويزان وأمل بيروحوا على بيت جمانة وجمانة بتقله لأسيل شو صاير مع يزان كأنه وش مبين عليه مو على بعضه فبتقله أسيل هو هيك من فترة وهلأ بس يشوف رفقاته بيصير أحسن إن شاء الله وأمل بتطلب منه لجمانة مكان لتغير تيابه فبتدله جمانة وبتسأل أسيل عن الشخص طبع الحادث فبتقله جمانة صحيح نسيت خبرك وضعه هلأ مستقر بعد ما طلع من العمليات بس في كسر بالضلوع بس إصابته يلي بالدماغ هي اللي خطيرة بس يبدو إنه إصابته صعبة شوي وما منعرف شو رح يصير لقدام بس ناطره أيام صعبة لنعرف الضرر يلي بالدماغ وهو حاليا بالعناية المركزة وبتقله جمانة شبك هلأ انسي هاي الزلمة صرنا شهور ما شفنا بعض خلينا نحتفل بعدها منشوف سامر قاعد مع سيف في مطعمه الخاص وبيقعدوا وبيحكوا عن العرس شوي وبيقله سيف يعني بدك تفهمني من جيتك على الباب ما كنت لحتى تشوف شخص معين فبيقله سامر ما حدا بيعنيلي لما احترم حال أمل بس مو أكتر بعدين ما شفت أحسن من دوني وسكر على هذا الموضوع فبيقله سيف يعني ما بدك تعرف شي عن أمل فبيقله سامر احكي شبها أمل فبيقله سيف أمل رح تتم فترة عن جمانة مع أسيل وبعدها منشوف إذا رح يرجع يسافروا أو لا فبيقله سامر هلأ هذا اللي بدك تحكي لي يا سيف أنا مو مثلك بحلم من بعيد لبعيد فبيقله سامر عن شو عم تحكي سامر فبيقله سامر انت بدك تبيع البيت وتحاول ترجع للدكتورة أسيل هذا مو حلم سيف أكيد حلم لك انت عندك برا تانية وعنده وطع خاص شوي وهذا الحكي مو لأنا أختي لأنا أم بنتك فبيقله سيف أنا شو بقدر أعمل أكتر من هيك سامر حاولت كتير خلية ترجع للحياة بس هي ما عم تتفاعل مع حدا أمال بس تصير لحالة هي وأسيل بتقله بما أنه صرنا لحالنا بدي إليك عن شغلة بتخص يزن لأنه اليوم شفتم تدايق ومأهور كتير وقت كان مع ماريا وكينان بالعرز وكان عم يقول لهم أنا بكره محل مساكن هلأ لكينان وماريا بس ما بقدر خلي أمي ترجع تبكي وترجع لهون ولازم أحمي أمي وما خليها تحزن أبدا يعني كان عم يضحك عليك كل هاي المدة وقت كان عم يقول لك أنه مبسوط بهذا المكان تسيل بتركب سيارتها وبتتصل بسيف وتيا بتشوف أنه أسيل اتصلت فبتسكر بخلقتها وبتحزف المكالمة من السجل وبيجي سيف بعدها من الحمام وبتقول له تيا ايه ما خبرتني كيف كان العرز مثل العادة ما كان في شي يزعج يعني فبتقول له تيا بتعرف ليش ما كان بدي يروح لأنه ما كان بدي حدا يشوفني بهذا الوضع وما كان بدي يخجلك قدام الناس لأنه ما بدي يهني يشوفوك ما وحدة مقعدة فبيقل له سيف شو هالحكي هاتيا أنا بفتخر فيكي فبتحضنه وبتقول له لا تتركني حبيبي أنا من دونك بموت أسيل بتتذكر كيف كان يزال علاماته ضعيفة بالمدرسة وكان يجي كتير على البيت وهو مجروح براسه أو بإيده وكل مرة وقت يرجع كان ما يخبره بشي وأسيل بتكونه ملبكة وما بتعرف شو تعمل لحتى تلاقي حالة قدام المشفى وبتروح بتزور الزلمة صاحب الحادث ترجمة نانسي قنقر